بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر المؤلف واغفر لشيخه المبارك فيه واغفر الحاضرين هذه قراءة في نواقض الإسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد اللهم ارفع عنه وعن المسلمين الاباء والداء والأدواء واللأواء والبلاء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم الله الله ربي لا أشريك به شيئا أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق اللهم أعوذ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض وما يرج إليها ومن شر طوارق الليل والنهار إلى طارق يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسن ما علمت منها وما لم أعلم وبوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه من شر ما خلق وذرأ وبارأ هذه من أدعية الكرب التي ينبغي للمسلم أن يقولها ليرفع الله عز وجل هذا الداء وهذا الوباء المسمى بكورونا وهذه قراءة في كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذا تعريف بالشيخ الماتني رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من وهبته من بني تميم ولد سنة خمسة عشر ومئة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة العيين من أعمال الرياض في بيت علم وشرف ودين فأبوه عالم كبير وجده سليمان عالم نجد في زمانه ونشأ في هذا البيت من العلم والشرف والدين وحفظ القرآن قبل أن يبلغ عشر سنين ودرس الفقه حتى نال منه حظا وافرا وكان موضع الإعجاب من والده لقوة حافظته وكان كثيرا مطالعة في كتب الفقه والتفسير والعقيدة وجد في طلب العلم ليلا ونهارا قرأ على علماء المدينة على ساكنها الصلاة والسلام كالشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي المدني ثم قرأ على ابنه الفرضي إبراهيم النجدي المدني مؤلف كتاب العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض وعرفاه بالمحدث الشهير محمد بن حياة السندي فقرأ عليه علم الحديث ورجاله وأجازه بالأمات من الكتب ثم رحل إلى العراق وقرأ على علمائيا في البصرة وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد وهبه الله فهما ثاقبا وذكاء مفرطا وأكب على المطالعة والبحث والتأليف وتجد هذا النفس في مؤلفاته التي بلغت مؤلفات كثيرة منها على شبيل المثال للحصر هذا الكتاب الذي بين يدينا والأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والقواعد الأربع ومختصر زاد المعاد ومسائل الجاهلية وأيضا مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابنه الشام ومختصر الإنصاف والشرح الكبير وكتاب الكبير وغيرها من الكتب توفي رحمه الله عام ست ومائتي وألف بعد أن نيف وعمر فبلغ 91 سنة ملأها دعوة وتعليمة وجهادا رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه الفراديس من الجنان ويرجع أيضا في مزيد سيرته لكتاب علماء الدعوة لعبد الرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ وأنا أرجع أيضا فيه لكتاب الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته لسماحة الشيخ الوالد بنباز رحمة الله على الجميع ثم بعد ذلك أيها الكرام الفضلاء نارجوا إلى أمور ينبغي لطالب العلم أن يتمسك بها فالحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل وهذه هذه المقدمة الجميلة التي ذكرها الإمام أحمد في الرد على الجهمية قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويصبرون الناس ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموت فكم من قتل الإبليس قد أحيوهم وكم من ضال تائه قد هدوهم فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يبتدعون كل ما تهواه نفوسهم وترضاه عقولهم معتقدين جازمين أن ذلك هو السبيل والفلاح إلى الجنات حتى وصل به ملحال إلى خديعة الناس بكثرة الشبه وكأنها قطع من الليل فنعوذ بالله من فتن المضلين فما أجمل هذه المقدمة التي نحتاج إليها في كل زمان وفي كل حين لنعلم أهل البدع من أهل السنة ليميز الله الخبيث من الطيب واعلموا أيها الكرام المباركون أن هذا الكتاب وأن هذا المؤلف رحمة الله على الجميع إنه من الكتاب العظيم التي وضحت نواقض الإسلام العشرة وصنفها المصنف رحمه الله حينما رأى في عصره ما يند له الجبين ويدما له القلب والفؤاد المتين فدع الناس إلى توحيد رب العالمين وترك عبادة ما سواه من الأداد والأنضاد الذين بلغوا في الأمة المئين وحذرهم من الوقوع في الشرك وقاموا جاهدا لإخراج الناس بإذن رب العالمين من ظلمات الشرك والبدع إلى نور التوحيد والسنة لا يخاف في الله لو متلا فيصنف هذه النواقضة محذرة للناس من الوقوع فيها وما ينبغي القول فيه أن النواقضة في كتب أهل العلم وعند الأحناف وغيرهم ترب على أكثر من أربعمائة ناقض لكن الشيخ رحمه الله جعل ثمرتها وعصارتها في هذه العشرة فسبحان الذي ألان له القلم والقرطاس إنه على كل شيء قدير ولقد ابترين بأهل البدع والشقاق والنفاق الذين قدحوا في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب واتهموا كتبه وكتب الدعوة السلفية بأنها مصدر للإرهاب والتطرف سيرا على ما يقوله الرافضة والكفار في هذا الزمان الذين حذروا منه ومن دعوته وصفوا بالوهابية وغير ذلك من ألقاب أهل البدع روى الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث قال أحمد بن سنان القطان حيث قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث وقال أبو حاتم الرازي أيضا في عقيدة أهل الحديث للإمام الصابوني الصابوني عنده اكتب عقيدة السلف وأصحاب الحديث وأيضا يعرف اختصارا بعقيدة أهل الحديث هو كتاب واحد قال أبو حاتم الرازي إمام أهل السنة في الجرح والتعديل علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر يعني في أهل الحديث وعلامة الزنادق تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة وناصبة يعني يسبون وينصبون العداء لآل البيت وكل هذا عصبية كما قال الرازي ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث وهو أصحاب الحديث ولقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأننا من أهل السنة والجماعة ونسأل الله أن يميتنا على هذه العقيدة وأن يتوفان عنها وهذا شرح نواقض الإسلام لشيخنا علامة العصر الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية حرسها الله وحرس جميع بلاد المسلمين يقرأ نعم يقرأ عنوان الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ما هو عنوان الكتاب نواقض الإسلام نواقض الإسلام نبدأ الآن نقول كما قال ابن الصبان وإن مبادئ كل علم عشر الحد والموضوع ثم الثمر نسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض والبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف فنبدأ نتكلم على معنى العنوان ونفصل فيه وهذه نصيحة لطالب العلم قبل أن يرجى في الكتاب أن يقف حول العنوان وحول الغرض الذي جعل منه فالنواقض جمع ناقض وهي جمع تكسير وهي جمع تكسير على وزن فواعل وناقض اسم فاعل من نقض الشيء إذا حله وهدمه وأفسده فالله عز وجل يقول ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهلي هذا تعريف الإسلام وأسلم على وزن أفعله معناه استسلم فهو الاستسلام لله جل وعلا بتوحيده وإخلاص العبادة له دون سوى فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر ومن استسلم لله وغيره فهو مشرك ومن استسلم لله وحده فهو الموحد والتوحيد هو الاستسلام لله بالتوحيد نعيد فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر ومن استسلم لله وغيره فهو مشرك ومن استسلم لله وحده فهو الموحد والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة بأن يجعل المعبود واحدا بدل أن يكون المعبود آلهة متفرزقة يكون إلها واحدا وهو الله قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وقال وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقوله أن انقياد لله بالطاعة معناه أن تنقاد لأوامر الله تبارك وتعالى فتفعلها وتترك ما نهى الله عنه وتجئتاني به والطاعة تشمل فعل المأمورات وترك المنهيات فلا يكفي اعتقاد الوحدانية بدون عمل قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقارن الله بين الإيمان وبين العمل وأن يكون العمل صالحا قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قالوا يا أبا علي يعنون الفضيل ابن عياض ما هو حسن العمل قال أخلصه وأصوابه أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمن لم يخلص العمل لله فدخل في الشرك بنوعيه الكبير والصغير ومن عمل على غير سنة رسول الله دخل في البدعة والنبي يقول عليه الصلاة والسلام في الصيح من حديث عيشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد ومن أمثلة ذلك من نافلة القول ما نراه الآن ويأتي لي صباح مساء من مختلف البقاع والبلدان من مختلف بلاد العالم من عربهم وعجمهم من أهل الديانة والتوحيد والإسلام ما يسمونه الآن بركعتين من أجل رفع وباء كورونا وما يسمونه الآن من حملة الاستغفار وما يسمونه من حملة التكبير في البيوت جماعة يتواصون في يوم في ساعة معينة يخرجون من شرفات البيوت أنهم يقومون بالتكبير جماعة أو بالاستغفار جماعة أو بما يسمى نريد ثلاثين مليون قل هو الله أحد كل هذا من البدع أيها الكرام الفضلاء فمن فعل هذا لم ينقذ ولم يستسلم لطاعة الله عز وجل بل ابتدع من دينه وإن القاعدة الفقية تقول مشروعية الشيء في أصله لا تدل على مشروعيته في وصفه مشروعية الشيء في أصله لا تدل على مشروعيته في وصفه فإن ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة والاستغفار مشروع في أصله لكن أن نجعله وصفا في نزول نازلة معينة من غير دليل فهنا ما يسمى بالبدعة البدعة الإضافية فمن ابتدع في الدين لا يكون منقادا لله عز وجل بالطاعة قال والبراءة من الشرك وأهله فلا يكفي أن الإنشان لا يعبد إلا الله فلابد أن يتبرأ من الشرك وأهله كما بينا ذلك في الأصول الثلاثة المتن الذي شرحناه آنفا إذن لابد أن تعتقد ببطلان وكفر المشركين وأن تبغضهم وأن تعاديهم في الله عز وجل يجب عليك أن تعادي أعداء الله وأن تحب أولياء الله فتحب ما يحبه الله ومن يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله وهذا المعنى أعني البراءة من الشرك وأهله كما تبر إبراهيم والذين معه من المشركين فقال الله عز وجل في أول سورة الممتحنة أو الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تبرأ منهم ومن معبوداتهم قال تتمة الكفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا من الله وحده وقال تعالى لكي يؤكد عقيدة الولاء والبراء كما في سورة المجادلة أو المجادلة لا ترد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسولا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وقال الله عز وجل في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم ظالمون وقال في نفس المعنى في أول سورة الممتحنة أو الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء هذا هو التوحيد الذي أمر الله عز وجل به وبمولاة أهلهم والبراءة من الشرك وأهله لأنه يناقض التوحيد والإسلام له نواقض فقد يدخل الإنسان الإسلام لكي يرتكب أشياء لكن يرتكب أو يقع في أشياء تخرج من الإسلام هو يدري أو لا يدري لذلك كان هذا السفر ليعلم الإنسان علم اليقين ما ينقض دينه ويخرجه من ملة المسلمين وهذا إبراهيم عليه السلام خاف الشرك على نفسه مع أنه هو الذي كسر الأصنامة وأوذي في الله وألقي في النيران لكن لم يأمن على نفسه ذلك فقال في سورة إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فأذى إبراهيم يخاف على نفسه الشرك ويدعو الله عز وجل أن يبعده وبنيه عن عبادة الأصنام فنحن والله من باب أولى ولذلك قال بعض السلف لقيت ستين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل يخشى على نفسه النفاق والإنسان بشر ولذلك ما سمي القلب إلا لتقلبه وما سمي الإنسان إلا لنسيه والإنسان بشر والذين وقعوا في الشرك بشر والإنسان لا يزكي نفسه فيقول أنا آمن من الشرك ومن الوقوع فيه والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وهذا الموضوع موضوع نواقض الإسلام اهتم العلماء به قديما وحديثا هو جدير بالاهتمام فألفت فيه مؤلفات مستقلة وجعلوا أحيانا بابا في كتب الفقه يسمونه حكم المرتد وذكروا في هذا الباب نواقض الإسلام وحكم من وقع في شيء منه ذكروا أنواعا كثيرة من النواقض التي لا تخطر على بال المسلم لكنه من رحمة الله عز وجل أنه قيض هؤلاء العلماء فحصروها وبيّنوا حكمها لأن هذا الدين قد نزل بحفظ الضرورات الخمس التي جمعتها في كلمة معدن أعيدها مرة ثانية معدن الميمو من حفظ المال فحرم الربا والقمار وغيرهما والعين من حفظ العرض فحرم الزنا واللواط والسحاق والسفاح وغيرهم والعين أيضا من حفظ العقل فحرم الخمرة والمخدرات وغيرها وهنا نقول المخدرات وليس المخدرات المخدرات هنا النساء التي في خدورهم والمخدرات هي المفترات التي تذهب العقل والدال من الدين فحرم الردة وهي موضوع كتابنا هذا والنون من النفس فحرم القتل وحرم سفك الدماء ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حكم من ارتد قال من بدل دينه فاقتلوه ورواه الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دام مريء مسلم إلا بإحدى الثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه بل أقول لكم رواه أصحاب الكتب الستة البخاري مسلم أبو دول الترمذ نساء بن ماجا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين ولذلك نجد أيها الكرام الفضلات أننا في أحوج الأوقات لدراسة هذه الأمور التي تحذل من الردة ولا شيما وقد كثرت في هذا الزمان مع توسع وسائل الاتصال فقد كثرت الردة نساء الله السلامة والعافية والردة هي الرجوع فالمرتد هو الذي يرجع عن دينه إما بقول أو باعتقاد أو بفعل أو بشك هذه أصول أنواع الردة القول والاعتقاد والفعل والشك لا بد أن نحفظها وأن نضبطها هذه هي أصول أنواع الردة القول الاعتقاد الفعل الشك وينشأ عن هذه الأصول أنواع كثيرة من نواقض الإسلام وبعض الجهال أو المغرضين يستنكرون الكلام في بيان أسباب الردة عن الإسلام ويصفون من يتكلم في ذلك بأنه تكفيري ويحذرون منه والكلام هنا للشيخ الفوزان فالردة بالقول كأن يتكلم بلفظ الكفر والسرك وهو غير مكره سوى كان جادا أو هازلا أو مازحا فإذا تكلم بكلام الكفر فإنه يحكم عليه بالردة إلا إذا كان مكره قال الله عز وجل ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وقال تعالى في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائن هؤلاء أكذب ألسنات وأرغب بطونا وأجبان عند اللقاء يعنون الرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهم كفروا بعد إيمانهم بالسابة هذه القولة التي قالوها ما رأينا مثل قرائن هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبان عند اللقاء فلما علموا أن الله أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام بمقالاتهم جاءوا يعتذرون واعتذروا بأنهم كانوا يخوضون ونلعب يتحدثون حديث الركب في السفر يقطعون به الطريق فكم من إنسان كما يقولون يخرج يسخر ويطقطق مثل ما يقولون في السناب وفي اليوتيوب إلى غير ذلك وينطق بكلام الكفر وينطق بالاستهزاء من الدين ويقول أنا ما قصت إنما كنت أخوض وألعب هذا يوقعك في الردة كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله على طاعة الرحمن والرسول لا يلتفت إليهم حتى منهم محشي بن حمير يمسك بدابة النبي عليه الصلاة والسلام وأقدامه وساقه ترتطن بالأحجار والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فدل أن الذي يتلفظ بكلام الكفر غير مكره فإنه يكفر ولو زعم أنه يمزح ويلعب إذن الأمر لأحبابي جد مهم جد مهم يقول الشيخ الفوزان وفي هذا رد على مرجعة العصر الذين يقولون لا يرتد من قال كلام الكفر حتى يعتقد بقلبه ما قاله اللسان لا يرتد حتى يعتقد بكلام الكفر ما قاله بلسانه فينتبه لمثل هذه الأشياء ولمثل هذه النواقد وكل الذي يدعو غير الله عز وجل ويستغيث بغير الله فيقول لأحد الأموات يا فلان أغثني يا عيدروس يا مرسب العباس يا فلان أنقذني ينادي الموت والمقبورين أو ينادي الجن والشياطين أو ينادي الغائبين ويستنجد بهم إذا دع غير الله واستغاث بغير الله من الأموات والغائبين فإنه يكفر بذلك فمن تلفظ بالكفر كفر إلا أن يكون مكرها قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال عز وجل يا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقوى هذا هو المكر فإذا تلفظ الإنسان بكلمة الكفر وأجبر بأن يتلفظ بها أو يقتل أو يعذب فلبعس بأن يقول ما يتخلص به من الإكراه مع أطمئنان قلبه بالإيمان كما حدث في قصة عمار بن ياسن رضي الله عنه وأرضاه كان المشركون يعذبونه ويكرهونه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيتلفظ بكلام فيه مسبة للرسول عليه الصلاة والسلام يريد التخلص من الكفار ولم يكن في قلبه بغض للنبي عليه الصلاة والسلام ولا كراهية لدينهم بل هو مطمئن بالإيمان فلما قال مقالته جاء نادما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ما وقع قال كيف تجد قلبك قال أجده مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد ذكره ابن جرير في التفسير وابن أبي حاتم في الدر المنثور وخرجه الحافظ ابن حجر في فتح البار عند البيهقي وابن المنذر والفاكه من طرق مرسلة وقال هذه المراسيل يقوي بعضها بعضا لكن الرزية كل الرزية كل الرزية فيمن يخرجون على وسائل التواصل وينطقون بهذه الكلمات غير مكرهين بل بها جادين مقتنعين والكفر بالاعتقاد هو أن يعتقد الإنسان بقلبهم ما يناقض الإسلام كأن يعتقد أن الصلاة غير واجبة وليس لها قيمة وإنما هي من باب المجارى مثل ما عليه المنافقون فيأتي بالأعمال الظاهرة ولكن قلبه لا يؤمن بها قال الله في أمثال هؤلاء إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال في أمثلتهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم والله توعدا فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والكفر بالفعل يكون بالذبح لغير الله وبالأفعال التي تصرف للمخلوق حيا كان أو ميتا أو لجن أو لملك وينبغي أن لا تصرف إلا لله تبارك وتعالم قل إن صلاتي ونوسك ومحياي وما مات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأما الكفر بالشك فالشك هو التردد فإذا شك في قلبي هل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح أو غير صحيح هل هناك بعث أو لا هل هناك جنة ونار أم لا فهذا يكفر بشكه ولو كان يصلي ويصوم ويعمل ما يعمل فإن لم يكن جازما بالإيمان وكان لديه شك وتردد بصحة ما جاء به الرسول ويقول يمكن أن يكون هذا صحيح أو ليس بصحيح كمن يخرج على الفضائيات ويقول أنا أشك بكل كتاب أشك بالبخاري أشك بمسلم إلى غير ذلك نسأل الله السلامة والعافية فهذا هو كله يدخل ما يسمى بالردة أو الكفر بالشك كما قال الشيخ الفوزان وأنصح بشرح نواقد الإسلام الشيخ الفوزان هو سفر ماتع في بابه مليء بالفوائد إذن الخلاصة أوصول الردة قول الكفر والشرك من غير إكراه اثنان اعتقاد الكفر والشرك ثلاثة فعل الكفر والشرك أربعة الشك في الدين وما جاء به الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول الشيخ الفوزان هذه أمور يجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يعتنوا بها لكثرة الفتن والشرور في هذه الأيام لكثرة الشبهات ودعاة السوء والضلال فعلى المسلمين يهتم بهذا الأمر لألا يخرج من دينه وهو لا يدري والناس في هذه النواقد ثلاثة أقسام طرفان ووسط فالطرف الأول الذين يغالون في التكفير والحكم على الناس بالكفر ويكفرون الناس من غير روية أو فقه أو معرفة وهذا هو مبدأ الخوارج الذين خرجوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء وفي العهود المتأخرة يكفرون المسلمين ويغالون في الكفر فكل من خالفهم يرمونه بالكفر ويستحلون دمه والخوارج لهم ثلاثة مبادئ تكفير الناس بالذنوب الكبار التي دون الشرك الثاني الخروج على ولاة الأمور وشق عصى الطاعة الثالث استحلال دماء المسلمين وهذا من أسبابه أنهم أخذوا النصوص على ظاهرها التي تدل بظاهرها على الكفر والشرك أخذوها دون أن يجمعوا بينها وبين النصوص الأخرى التي تفسرها وتوضحها وعليه أيها الكرام الفضلاء أما الطرف الثاني فهم المرجع الذين يقولون الإيمان بالقلب ولم يدخلوا فيه العمل وبعضهم يقول لا يدخل فيه القول إنما هو الإيمان بالقلب أما العمل فلا يدخل فلو عمل ما عمل فإنه لا يكفر ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة هذا مبدأهم وأخذوا بنصوص الوعد التي فيها وعد الله بالمغفرة والرحمة ولم يجمعوا بينها وبين نصوص الوعيد التي فيها التحذير من الكفر ومن الشرك والطرف الثالث أهل السنة والجماعة وهم وسط بين المذهبين مذهب المرجئة ومذهب الخوارد فيجمعون بين النصوص ويقولون إن الكفر في القرآن والسنة ينقسمان إلى قسمين كفر أكبر وكفر أصغر وشرك أكبر وشرك أصغر فالشرك الأكبر والكفر الأكبر يخرجان من الدين وينقضان الإسلام والشرك الأصغر والكفر الأصغر لا يخرجان من الدين لكنهما ينقصان الإسلام والإيمان ونحن على هذه العقيدة السنية السلفية إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى نجمع بين النصوص نصوص الوعد والوعيد والخوف والرجاء فنخالف بذلك مذهب الخوارج الضلال والمرجئة عفى الله عن الجميع فمن عبد الله بالخوف فهو خالجي ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ ومن عبد الله بالحب فقط فهو صوفي ولذلك الإنسان يطير إلى الله عز وجل بجسد الطائر له رأس وله جنحان فالرأس هو المحبة والجنحان هو الخوف والرجاء فهذا هو الذي على الجادة المطروقة وعلى منهج أهل السنة والجماعة وليس على منهج الخوارج الضلال وقال ابن القيم في النونية والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان ما هم الأمران؟ نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني يعني لن يدل لك على القرآن السنة إلا العالم إلا العالم الرباني إلا العالم الرباني هذا ما أردنا بيانه في هذه التقدمة التي لابد منها وفي المجالس القادمات القابلات ندخل في المتن بإذن فاطر الأرض والسماوات هذا ما تيسر إراد وتهيي إعداد وعان الله على ذكره اللهم رحم أبي رحمة الأبرار يا عزيزي الغفار وأخي وعمي وجميع موتانا وتنمسيمن أجمعين وهب لنا من أزواجنا والذريتنا قرتي عن وجعل المتقين أماما واحفظ أمي بحفظك وادفع عنها الأذى والبلاء بركرك واصلح ذات بيننا واغفر ذنوبنا وأسلنا سقيمة صدورنا ويأسنا نعلم الناف والعمل الصالح وجعل أخيرا كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله وارفع عمنا الوابى والداء يا فاطر الأرض والسماء تم الكلام ربنا المحمود ولهم كارم والعلم ولو ثم الصلاة عن مصر ومحمد صلى الله عليه وسلم ما لاحاق قمرين ووراقود وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين